أهلا بحضراتكم من جديد كمان من الأخبار المهمة اللي لازم نشوف ما وراءها من تفاصيل وكواليس مدير جديد للتعاقدات في الأهلي ايه تفاصيله و ايه أسبابه و ايه علاقته ما اعلن عن تعيين مروان النايب مديرا للتعاقدات في النادي الأهلي أمير توفيق قد مهمة كبيرة موقفه ايه و موقعه ايه لا يفتى ورئيس الشركة نفسه في المدينة باش مهندس ايه حقيقة الكلام ده و تفاصيله ايه طيب انت قلت يعني خبر مهم يهم الناس و يهمني اشرح للناس طريقة اتخاذ الخبر في النادي الأهلي او القرار ايه طريقة اتخاذ القرار ايه لان الاسف الشديد الناس تدولت الخبر من اول عنوان كده يقولك ايه رحيل أمير توفيق مفيش حاجة اسمه رحيل أمير توفيق اه لان من داي وان او من اليوم الاول اولا ادارة التعقود يعني امير توفيق جاء مع مجموعة التسويق اه و مجموعة السكاوتينج انشأناها في اه شركة الاهلي امير تففيق كان مرشح لمنصبين المدير التنفيذي ولكن ما كانش فيه مدير التعقودات فقولنا نبدأ لحد ما ياخد خبرة المدير التنفيذي اللي هو منصب اكبر انه مدير التعقودات قائم باعمال المدير التنفيذي مش العكس خليه في مهمته الأساسية مراكز فيها وقائم باعمال فطرة ما يقترب الان من 8-9 شهور اوضحت تماما انه بقى على دراية كاملة ان الشركة وتكوينها وعلاقاته ومسئولياته تجاه ادارة هذه الشركة اتبلور عندنا انه لا يقدر يشئل كمدير تنفيذي اصبح التكليف الثاني انا الاوان متعرفش لا يمكن تستمر ولا احنا نستمر بهذه الازدواجية لازم يبقى فيه مدير التعقودات وانت محتاج ومدير للشركة طالما النسياتك قررت وانحنا قررنا عايز تبقى مدير التعقودات ولا مدير الشركة انا عايز اكون مدير الشركة علشان كل انسان بياخد خطوة فوق خاصة ان هو مدير الشركة هو مسئول عن جميع الادارات اه دي اللي لازم ان توضح يعني ادارة التعقودات جزء من الشركة المدير التنفيذي تحتيل السكاوتينج تحتيل تجاري تحتيل التعقودات تحت اي ادارة اخرى انت عقل السكشفات يعني اربع خمس ادارات هو الهد بتاعه من ضمنها ادارة التعقودات فانت خلاص امير عدنا نفكر مين 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 لحد ربنا ما عطرنا عن طريق احد اعضاء مجلس الادارة قال هو لازم يكون لعينك وراء قلت له بالعكس هدي مسئولية مش فنية في المقام الاول المسئولية الفنية عند الاسكاوتينج وعند القرار بتاع عدارة النادي والجهاز الفني بيقولوا ان اتعاقدوا مع ده دي مسئولية تفاوضية اجرائية فيها لباقة وفيها لغات وفيها مهارات خاصة وفيها بني ادم مارسة بعض المواقع وشاف الكلام ده قدامه وتعامل مع النجوم مش هينباهر بهم وفيها لازم يكون شخص منضبط يسمع الكلام ويفهم ان مكانه ده سلاحه الاول والتاني والتالت والخامس اللي مهوش فصال السرية المطلقة فاللي بيهاروه اللي النجومية مش هينفعنا لازم يتضبط اللي بيسرب مش هينفعنا اللي بيبتدي يبقى تحت باط وكيل او تحت باط اعلامي او تحت باط سوشيالجي مش هينفعنا حتى لو تهاجم اللي دافع عنك شغلك والناس المسؤولة عنك وطالما ان احنا ارتضينا ان ناخذ مسئولية امام ضمائرنا ان اللي يدافع عن العاملين ويحاسبهم يعني اللي يدافع عنهم والمقصر يحاسب المسئولين عنك الامانة تقتضي ان اللي بيتعرض له امير في كثير من الاحيان كان فيه ظلم له اي هو معدوش قرار فني اي هو حتى انت احيانا صعوبات الشغلانة في ايه انك بتعامل مع مجموعة من الاطراف لاعب ونادين يبدأ بالنادي بتاعك اجهزة فنية بترشح في النص فيه مجموعة من الوكلاء قد يساعدوك وقد يفسدو الامر كثيرا يعني فيه وسام الوكيل ساعد فيه سوزة الوكيل مغالاته ورجوع في كلامه اكتر من مرة كان عائق النادي اللي قدامك الى اي مدى هو حيتعاون معك في الصفقة اللي اعبر اغبته ودي لن تبقى فيها جزء معرفة وهنا بالنادي الاهلي وهنا يأتي دور مهارة المفاوض وإلمامه بالمكان لما عادنا احنا عادنا مع مجموعة كبيرة جدا من المرشحين لهذا المنصب ده بني ادم من اسرة يعني لهو مروان النايب اه مروان النايب شاب وعنده البيزنس بتاع الاسرة هو عمود فقري فيه اهلاوي جدا 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 حلم اول سؤال انت عندك شغلك هتسيب وتيجي النادي الاهلي قال لي انا بشتغل عشان ابقى بشتغل النادي الاهلي والرياضة بشكل عام ده حلمي بدليل ان انا اشتغلت مدير كورة واشتغلت مدير تسويق في اكتر من نادي اه تحت اه واشتغلت عشان اخد خبرات مه كويس ودخدت اه عادت في فرنسا في انجلترا اكتر من سنة ادرس واخد تجارب وامارس دور تكريس الخبرات في التسويق والتفاوض والتعاقد اكتشفنا انه شخص يمكن انتطق فيه على كل المراحل اللي بقولها وانه حابب جدا جدا كاهلاوي هو قصرته جدا 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 انه يتفرق قلت له هتشتغل بتفرق مش هنسمح ان يكون لك اي بيزنس وافق وافق طيب انا اختبرته وكان في وجود احمد حسام انطباع واحد امير نفس الكلام انطباع عائل جدا كان خالد مش موجود عبدالقادر خالد اكسرنا صعوبة في الانترفيو مدقق لا مدقق في مجال انا ما بقدرش ان انا خشه اه قليات العمل الحديث اه المامك بيها ايه الايتي بتاع اه زاد ان هو هو راجل كان مدير عام شركة زي ماكروسوفت اه خبير وعنده شركته الخاصة واستقال عارف يعني اين ما ييجي عين حد عايز منه ايه اه يا خالد باشا لوحدك بقى ما تتأصرش باراقنا اقول لنا الكويس تماما فتم تعيينه وصعدنا امير الى منصب المدير التنفيذي فما فيش راحيين اه ده بالعجل ده ترقية كويس برغبة امير يعني احنا كنا ممكن نفكر من طريقة تانية اللي امير قال خليني في التعقدات كنا نحن ندور على مدير التنفيذي اه لكن اما وان الراجل ده خد خبرات المدير التنفيذي وعنده بقى خبرات التسويق مع القطاع التجاري وعنده خبرات التفاوض والتعاقد هيبقى هو ما يشرف على الادارات دي هيعرف يتعامل معاها واحنا كلنا ما هندناش حاجة اسمها ادارة عليا احنا متحين على مدى الساعة للي عايزنا في اي حاجة وابنتعاون كلنا كل واحد اللي يقدر عليه فعايزين برضو من غير اضواء كثيرة لان هو مش هيطلع في الاعلام مش مسموح له انا بقول له هو مش مسموح له يطلع في الاعلام مش مسموح له لهو ولا اي حد في الشركة مش مسموح له اي تصريحات الا باذن مش مسموح له اي استضافات الا اذا اقتدت الصروف بتكليف او باذن نشتغل بقى بترقية الاهلي اللي هي اه اتعودنا عليها الصمت وانك الناس تلاقي شغلك بيترجم قدامها وانت خلينا في اخر مساء ازدان فولي امير كان بيتخلص واحنا بنتكلمه اللي يخلص قبل التاني كان حيبقى كويس مش بننفس بعض احنا بنساند بعض احنا عايزين كلنا ننجح لكن الموضوع هي اقدارة شركة الاهلي لكرة القدم امير موجود فيها بصفة ومدير التعاقدات قائم باعمال المدير التنفيذي فالنادي الاهلي لم يطعب باحد ولم يطلب مننا ان نطيح باحد لان احنا خدنا من الموجودين اللي كانوا موجودين فيهم ناس كانت موجودة مع ايام الاستاذ جاسير منصور وناس كانت موجودة في ادارة الاهلي العليا في الادارات التنفيذية في الاهلي جمعنا اللي نقدر يكونوا جهازنا واضفنا اليها بقى زي يعني كان عندنا بنت اسمها مريان مسكة ادارة تجارية راحت الاتحاد الافريقي جبني بنت هيلة والشغل في القناة في الشركة ماشي وجبنا رعايات وعملنا حاجات وربنا سهل احنا بإذن الله يعني بناخد بالاسباب والشباب اللي موجود عندنا شباب في ادارة السكاوتنج اعلى درجة من الكفاءة يعني فربنا سهل الناس كلها بس اللي يخلص للاهلي عمره محيين دا جزء من الشغل بتاع الشركة اللي انتو نفستوه قيد الولدين اللي من غالب كان تتيج التجربة طبعا دارت السكاوتنج وهاني رامزي كابتن هاني رامزي راحوا وشافوا على الطبيعة ورجلنا بناس كان فيهم ولد يعني باكليفت كان كويس في شوات مشاكل كده اذا تعالجت كان بيا ما تعالجتش في مرشحين تانيين اقوية في بلاد تانية هنجبه ترجمة نانسي قنقر